منتخب المغرب للفوتسال كرة القدم داخل القاعة يبرمج ست مباريات ودية من العيار السقيل قبل المشاركة في كأس العالم للفوتسال أسباكستان 2024 السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الكرام أهلا بكم أنا أخوكم كريم الهندوي من مصر ودي قناتي على اليوتيوب أدعوكم لعمل لايك للفيديو ده اشترك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل الأخبار الجديدة أولا بأول منتخب المغرب للفوتسال يا جماعة بقيادة البروفيسير هشام الدكيك يبرمج مباريات ودية من العيار السقيل بتقول ليه من العيار السقيل لأن أسماء المنتخبات المختارة منتخبات قوية منتخبات لها شأن في لعبة الفوتسال أيضا اختيارات هشام الدكيك مدروسة بكل عناية مدروسة بضقة شديدة المدرسة البرتغالية اللي هيواجهها المنتخب المغربي في كأس العالم اختار أصادها منتخب إسبانيا عشان يلعبوا مبارتين منتخب تاجاكستان المدرسة الأسيوية اللي هيلعبوا منتخب المغرب للفوتسال اختار أصادها هشام الدكيك أفغانستان هيلعبها مبارتين منتخب باناما المنتخب اللي موجود من كارة أمريكا منتخب المغرب هيلعب منتخب فينزويلا وده الخبر الجديد المغرب سيواجه منتخب فينزويلا وديا استعدادا لكأس العالم للفوتسال أيضا خبر جديد مؤخرا وظهر على صفحة ماروك فوتسال برو اللي بنشكرهم على الأخبار الحصرية اللي بيمدون بيها وقالوا إن منتخب المغرب للفوتسال هيواجه منتخب هولندا للفوتسال واحنا عارفين إن منتخب هولندا للفوتسال بيضم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الأصول المغربية أصحاب الأسماء المغربية أصحاب المهارة المغربية منتخب هولندا يضم عدد كبير من اللاعبين أبناء المغرب المتواجدين في هولندا ولكن بيلعبوا باسم المنتخب الهولندي وبالتالي المغرب هيعمل ست مباريات ودية قبل الاستعداد أو قبل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة هيلعب إسبانيا مبارتين أفغانستان مبارتين فنزويلا مباراة واحدة ومنتخب هولندا مباراة واحدة بالنسبة لموعيد المباريات اتكلمنا قبل كده لمنتخب المغرب هيلعب أفغانستان مبارتين يوم 10 يوليو 2024 10-7-2024 في الرباط والمباراة التانية يوم 13 يوليو 2024 13-7 أيضا في الرباط والمبارتين اللي مع منتخب إسبانيا هيكونوا في شهر أغسطس شهر 8 يوم 14 وال17 وأيضا في المغرب في مدينة الرباط ده بالنسبة للأربع مباريات اللي اتكلمنا عنه مابل كده مبارتين أفغانستان في شهر 7 مبارتين إسبانيا في شهر 8 النهاردة بيتم تحديد مبارتين أو بيتم برمجة مبارتين في منتهى القوة مباراة ضد فنزويلا رقم 31 عالميا ومباراة ضد هولندا المنتخب اللي بيعج وبيضم عدد كبير من أبناء المغرب المسافرين والمهاجرين وطبعا المغتربين في هولندا وبالتالي 6 مباريات اختارهم هشام الدكيك بعناية كبيرة بعيد وقرر لأن كل مدرسة هتلعبها في كأس العالم اختار مكانها هشام الدكيك مدرسة مشابهة بطريقة اللعب وكل شيء أنه لعبها وديا في قبل كأس العالم بالنسبة لمنتخب ليبيا كان تم برمجة مباراة ضد منتخب البرتغال اللي هو موجود في مجموعة المغرب اللي هم طبعا اختاروا بعض ليبيا متواجدة مع أسبانيا في كأس العالم اختارت البرتغال شبيهة بإسبانيا والبرتغال اختارت ليبيا شبيهة بالمغرب عشان المغرب موجود مع البرتغال وبالتالي كل مدير فن بيختار مدرسة مشابهة للي موجودة معاه في مجموعته في كأس العالم آخر الفيديو أفكرك بمجموعات كأس العالم المجموعة الأولى أسباكستان وهولندا وباراجوي وجستاريكا المجموعة التالية فيها البرازيل وكوبا وكرواتيا وطايلاند المجموعة التالتة فيها الأرجنتين وأوكرانيا وأفغانستان وأنجولا المجموعة الرابعة فيها إسبانيا وكزاخستان ونيوزلندا وليبيا المجموعة الخامسة فيها البرتغال وبانما والتاجكستان والمغرب المجموعة رقم ستة فيها إيران وفنزويلا وجواتيمالا وفرنسا طلعنا نقول لكم على الخبر الجديد أن منتخب المغرب بعد ما برمج مبارتين مع أفغانستان ومبارتين مع أسبانيا اليوم يتم برمجة مبارتين مع فنزويلا وهولندا بنشكر مرة واثنين وثلاثة صفحة ماروك فوتسال برو اللي بتمدنا بالأخبار الحصرية بنشكرهم على متابعة كل أخبار الفوتسال خاصة أخبار المنتخب المغربي للفوتسال وإحنا هنا بدورنا لازم نكون عندنا مصداقية في نقل الخبر ونقول الخبر جاي منين وأصحاب الخبر وأصحاب الصبك الصحفي هما ماروك فوتسال برو وفي آخر الفيديو طبعا بتمنى تعملوا لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته